خلاص أيضا تم الإعلان رسميا عن مباراة الهلال والهلال السوداني دون جمهور أعلن نادي الهلال السوداني أنه تلقى خطابا رسميا اليوم الأربع من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن موقفه من دخول الجماهير لمباريات الفريق الأزرق في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ووفقا للصفحة الرسمية لنادي الهلال عبر موقع فيسبوك تمسك الكاب بقراره السابق الصادر في الشهر الماضي بحظر دخول الجماهير في استاد الجوهر الزرقاء لعدم استفاء مرافق الاستاد شروط استقبال الجماهير وأيضا منتخب الشباب بيواصل تدريباته استعدادا لأمم إفريقيا ستقام هذه البطولة في الفترة من 19 فبراير وحتى 11 مارس القادم طيب دي كانت أخبارنا النهاردة خلونا نروح لفقرتنا المعتادة فقرة صنعة في الأهلي فقرة صنعة في الأهلي هيكون بطل فقرتنا النهاردة كابتن محمود رؤوف نجم النادي الأهلي السابق للكرة الطائرة بدأ مع النادي الأهلي في 1994 وحتى عام 2021 انضم إلى فرق الناشئين في سن 9 سنوات حتى عام 1994 وانضم إلى الفريق الأول عام 2004 حصل على 33 بطولة محلية وقرية أفضل لاعب وأفضل ضارب حصل على وسام رياضة من الطبقة الأولى عام 2008 وعام 2016 فاز مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية أربع مرات شارك في أكثر من 250 مباراة دوليا صنعة في الأهلي مع كابتن محمود رؤوف نجم النادي الأهلي السابق للكرة الطائرة ومن بعده فاصل ومن بعد الفاصل نستقبل كابتن عادل تايمة